هذا الموسم موسم حافل بالنجوم يشارك فيه كوكبة من النجوم في تقديم أعمال درامية في الشهر الكريم وسط نوع لافت ضمن الموضوعات فيشارك نجوم الصف الأول في هذا الموسم بعد غياب عام حتى أنه يوجد البعض منهم يشارك في عمل مشترك من بينهم مونة زكي العائدة بعد غياب خمس سنوات ويسره ويسمين عبد العزيز وروجينة ورهام حجاج وغدا عبد الرازق وتتنوع الأعمال في موضوعات ما بين الوطنية مثل مسلسل لاختيار الجزء الثاني ومشرين ويضح للسباق أعمال للكاتب الروائي الكبير نجيب محفوظ في مسلسل بين السماء والأرض ومسلسل كفاح طيبة ومسلسل هجمة مرتدة بطولة هند صبري والنجم أحمد عبد العزيز وهو يفتح ملفات المخابرات المصرية وهناك مسلسلات سعادية مثل مسلسل نسل الأغراب الذي يجمع بين النجمين أحمد السقة وأمير قرارة ومسلسل النمر لمحمد إمام ومسلسل موسى للنجم محمد رمضان بس قبل ما نبدأ ياريت تعمل لنا لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان نقدر نستمر ونقدم الجديد من أشهر المسلسلات التي تقدم في رمضان مسلسل اللي مالوش كبير من المقرر عرض المسلسل في دراما رمضان المقبل 2021 المسلسل يجمع الزوجين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وعيد رياض وخالد الصاوي سيناريو حوار عمر محمود يسين إخراج مصطفى فكري وقد سبق الزوجين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي أنقدم معا مسلسل الاختيار في رمضان الماضي الذي أطقن فيه أحمد العوضي دور هشام العشماوي الإرهابي ببراعة مسلسل بين السماء والأرض وهو من الأعمال المقتبسة عن روايات نجيب محفوظ وقد سبق تقديمه عام 1959 وذلك في فيلم بين السماء والأرض من بطولة هند ورستم وإخراج رائد الواقعية صلاحة بوسيف حيث تم معالجة درامية للرواية مختلفة عما تم تقديمه في الفيلم المسلسل سيناريو إسلام حافظ وإخراج محمد جمال العدل والمسلسل بطولة هاني سلامة وليلة علوي وينضم لأسرة المسلسل مونع عبد الغاني ونرهام بعد طول غياب مسلسل حرب أهلية المسلسل من إخراج سامي عبد العزيز وهو من بطولة يسرى والمسلسل سيكون مفاجأة لجمهور يسرى حيث تلعب فيه دور جديد مختلف عن أدوارها يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرى مسلسل خيانة عهد الذي تم عرضه في رمضان 2020 المسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامي عبد العزيز ومن أقصر المسلسلات التي ينتظرها الجميع للمبدع يحيى الفخراني مسلسل نجيب زاهي زاكرش مخرج العمل هو شاد الفخراني ابن الفنان يحيى الفخراني المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال والمسلسل هو التعاون الخامس بين الفخراني وعبد الرحيم كمال ويشارك الفنان يحيى الفخراني في البطولة هالة فاخر وأنشكة ورامز أمير وكريم عفيفي وهو من نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية حيث يتناول إعلاقه بين الأب وأبنائه مسلسل هجمة مرتدة ويضور المسلسل عن أحد الملفات للمخابرات المصرية والبطولة لهند صبري ومجد زكي والنجم أحمد عز تعليب باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الدين والمسلسل من المتوقع أنه من الأعمال القوية التي ستدخل المنافسة بكوة في خلال موسم رمضان خاصة أنه يضوم نجوم الصف الأول ويشارك في البطولة هشام سليم وندى موسى مسلسل كوفيد 25 تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال وهو من نوعية الأعمال ذات الإنتاج الضخم ويعرض المسلسل في 15 حلقة فقط وهو نوعية جديدة من المسلسلات بطولة يوسف الشريف وتشارك البطولة أيت عامر ومي سليم وإخراج أحمد نادر جلال وكانت أخر أعمال النجم يوسف شريف مسلسل النهاية ومسلسل خيال علمي من إخراج ياسر سامي كما يشارك النجم محمد رمضان بعد غياف في مسلسل موسى المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة ويتدور أحداث المسلسل في حجبة الخمسينات حول شخص توفى والده منذ الصغر وهو الذي تحمل مسؤولية أسرته ولد في إحدى محافظات كرة صعيد مصر ترك الصعيد واتجه إلى القاهرة للعمل في الاستراض والتصدير من غزة إلى مصر والعكسة ويعجب بفتاة فرنسية وتدور الأحداث في إطار درامي ويتحول الشاب الذي يدعى موسى إلى مجرم كبير بعد أن يتعرض للظروف الصعبة ومن أصعب هذه الظروف عمل شقيقته الوحيدة في شبكة ضعارة وتندهي أحداث المسلسل بمقتل موسى وقد تعرض المسلسل لمشاكل حيث تم إيقافهم من قبل نقابة المهن التنسلية بعد اتهام محمد رمضان بالتطبيع مع إسرائيل حيث خرجت أنباء باستبعاده من العمل ولكنه عاد مرة أخرى للمسلسل الذي تقرر عرضه في رمضان 2021 ويشاركه في البطولة الندمة سمية خشاب ومسلسل نسل الأغراب يدور العمل في إطار درامي اجتماعي وهو من أقوى المسلسلات التي تتناول قصص المجتمع الصعيد المصري المسلسل من إخراج محمد سامي وتأليفه وتدور أحداث المسلسل بين الصراع بين أبطال العمل أحمد السقه وأمير قرارة أحمد السقه يكون بدور عساف الغريب وأمير قرارة يكون بدور غفران الغريب وهما تاجران يمتلكان جزر بالصعيد وتدمعهم علاقة وصيقة ومع تطور الأحداث يكتشف عساف خيانة زوجته مع غفران ومن هنا يبدأ الصراع بينهما مسلسل القلم للندم أحمد حلمي هو مفاجأة لمحبي ومتابعي أحمد حلمي ويقدم فيه شخصية نجيم محفوظ ويعتبر عودة قوية لأحمد حلمي بعد غيابه عن الشاشة الصغيرة وحلمي لم يقدم خلال مشواره الفني عمل درامي من بطولته ولكنه ظهر كضيف شرف ضمن بعض المسلسلات وهذه هي أول بطولة مطلقة لأحمد حلمي مسلسل عش الضبابير المسلسل من بطولة مصطفى شعبان وعمر سعد وعمر عبد الجليل ورانيا يوسف إخراج أحمد موسى ويدمع المسلسل للمرة الأولى بين مصطفى شعبان وعمر سعد ومن المكرر أن ينافس به المخرج أحمد موسى في السباق الرمضاني 2021 مسلسل النم من أهم المسلسلات التي تعرضت في موسم الرمضان القادم من بطولة الندم محمد إمام تشارك الفنانة هانا الزاهد ونرمين الفقي وهو من إخراج شيرين عادل وتأليف محمد صلاح العزب كما يشارك محمد إمام في مسلسل الاختيار بطولة الندم أحمد قرارة وعن آخر الأعمال الدرامية لمحمد إمام مسلسل هوجن الذي عرض في رمضان قبل الماضي إذا عجبك الفيديو عزيز المشاهد أعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان نستمر ونقدم الجديد وما تنساش تشاركنا بقراك في قسم التعليقات وإلى اللقاء